موسيقى هجمة متسارعة تقلص الاراضي التي يحتلها داعش في دير الزور مجلس الامن يتبنى قرارا بفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية ومع تزايد اعمال العنف ضد الروهينجا في بورما مجلس الامن الدولي يعقد اجتماعا غدا موسيقى اهلا بكم مشاهدين الى نشرة اخبار اليوم اعلنت رئاسة امن الدولة بالسعودية في بيان عن احباط مخطط لتنظيم داعش كان يستهدف وزارة الدفاع وذكر البيان انه تم رصد انشطة استخباراتية لصالح جهات خارجية ضد امن المملكة وان افراد الخلية سعوديون واجانب واضف البيان ان المخطط كان يستهدف مقرين لوزارة الدفاع في الرياض باحزمة ناسفة لقي اربعة مدنيين مصرعهم بينهم امرأة ورضيع واصيب عدد اخر بجروح اثر استهداف قوات النظام المتمركزة في معسكر جورين بسهل الغاب بلدت الموزرة بجبل الزاوية بعدد من القدائف المدفعية والصاروخية كما وتعرضت ايضا بلدات اخرى لقصف مماثل ككفر عواد وكنصفرة حيث اقتصرت الاضرار فيهما على المادية تطورات عسكرية متسارعة تشهدها محافظة ديرزور شرق سوريا باطار الحرب التي تخوضها قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية ضد تنظيم داعش من اجل تحرير المدينة التي احتلها قبل ثلاث سنوات وخلال اليومين الماضيين خسرت تنظيم مساحة واسعة من الاراضي التي كان يحتلها في ريف المحافظة تفاصيل اوفا في تقرير زميل عطاء الدباغ تتقلص تدريجيا مساحة الاراضي التي يحتلها تنظيم داعش في ديرزور اخر معاقله الكبيرة في الشرق السوري عبر سلسلة هجمات متسارعة تشنها قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة الامريكية اخر تطورات الميدانية اظهرت تقدما احرزته قوات نظام بغطاء جوي روسيا في المنطقة الواقعة جنوب المطار العسكرية وذلك بعد انسحاب مسلحي التنظيم من مواقعهم الامر الذي سيسهم بحسب الخبراء العسكريين في سهولة استهداف مواقع داعش في بلدتين المريعية والبوعمر الواقعتين شرق المطار وما ان تمكنت قوات النظام من السيطرة على البلدتين الاستراتيجيتين فانها ستؤمن اقلاع وهبوط الطائرات من وإلى المطار في الجهة الغربية من دير الزور سيطرت قوات النظام بالكامل على الطريق السريعة بين دمشق ودير الزور ما يعني ضربة مجعة لتنظيم داعش سيخسر على اثرها خطوط امداده لنقل الاسلحة والعتاد والمقاتلين وفي شمال غرب دير الزور تشتبك قوات النظام مع مسلحي داعش في محيط منطقة البغيلية ضمن محاولاتها لتوسيع نطاق سيطراتها في محيط المدينة قبيل بدء عملياتها العسكرية داخل دير الزور اما في شرق المدينة فقد اعلنت قوات سوريا الديمقراطية وصولها المنطقة الصناعية وخوضها معارك عنيفة مع مسلحي داعش وعاز المرصد السوري لحقوق الانسان هذا التقدم السريع في الجبهة الشرقية الى كونها منطقة صحراوية غير مقتضة بالمدنيين ويتزامن التقدم العسكري في جميع الاتجاهات في وقت اعلنت تحالف الدولي اطلاق عملية ضد داعش في الاجزاء الشمالية والشرقية من محافظة دير الزور بهذا يصبح داعش بين فكي كماشة لن يتمكن فيها من الهرب ويبقى امام خيارين اما الموت او الاستسلام حشدت القوات العراقية المشتركة تشكيلتها العسكرية في المناطق الواقعة بمحيط قضاء الحويجة جنوب غرب كاركوك استعدادا لانطلاق عمليات غرب الانبار وشمالها مفد اخبار الان حسام الاحبابي رصد تحرك القوات العراقية صوب الحويجة واعد هذا التقرير ما ان انجزت القوات العراقية المشتركة مهمها في تحرير قضاء تلعفر من احتلال داعش حتى شرعت هذه القوات بمهم عسكرية جديدة لتحرير الحويجة باعتبارها المعقل الرئيس الذي اعلنه التنظيم مقرا عاما اثر خسارته عاصمته رمزية في الموصل ومعقله البديل في تلعفر بعد ان انجزت القوات العراقية المشتركة تحرير مدينة تلعفر من احتلال داعش ها هي جحافل القوات العراقية تتقدم صوب قضاء الحويجة حيث المعقل الرئيس الذي اعلنه داعش بعد خسارته محافظة نينوى ونحن في طريقنا الى نقطة تجمع القوات العراقية التي انهت مهامها في تحرير تلعفر من احتلال داعش رصدنا جحافل الفرقة الخامسة التابعة للشرطة الاتحادية وهي تتقدم صوب الحويجة بعد ان تلقت تعليماتها للتمركز حول هذا القضاء الواقع جنوب غربي كاركوك القوات العراقية وفي مقدمتها جهاز مكافحة الارهاب والشرطة الاتحادية والجيش العراقي توجهت صوب منطقة العقرب الواقع جنوبي الموصل ومنه الى الحويجة حيث رجح قادة العراقيون ان تتزامن عملياتها مع معارك تحرير شمال الانبار وغربها نحن نقول لداعش جاهزون وقادمون يا حويجة وقادمون يا انبار هو على أتم الاستعداد ونحن قيادة الفرق الـ 15 انعاهد القيادة العسكرية العراقية ان شاء الله ونقول لهم احنا جاهزين ولأي واجب يطلب وجودنا سواء كان بالحويجة ويطلب وجودنا بالانبار اما الجنود العراقيون فقد بدت عليهم خبرة اكتسبوها من المعارك التي خاضوها في الموصل وتلعفر بمواجهة داعش كسرنا داعش والمعنوات الجيش العراق البطل عالية ونحن مستعدين تنفيذ واجب بكل محافظات العراق وكانت في حويجة وكانت في القائم راوعانة هدفنا الوحيد من كسار داعش وقتاله في أرض العراق جاهزين نكلف من قبل القيادات بأي منطقة سواء كانت الحويجة أو القائم أو العراوة مستعدين ومعنويات عالية ان نتقدم لها وان شاء الله نحررها يأتي ذلك فيما عززت جيش العراقي والشرطة الاتحادية القوات المتمركزة في المناطق المحيطة بالحويجة بهدف تقوية خطة اقتحام القضاء بينما أفادت مصادر عسكرية عراقية بأن نحو 150 مسلحا من داعش معظمهم محليون سلموا أنفسهم مؤخرا الأمر الذي يرجح استعادة الحويجة بشكل السرع من تلعفر تواصل فرق الدفاع المدني العراقية البحث عن جثث مفقودين بين أنقاض المباني المدمرة في الموصل القديمة نسيما أولئك الذين استخدمهم مقاتلوا داعش خلال معركتهم الأخيرة في الموصل دروعا بشرية مراسل أخبار الآن في الموصل وسام يوسف والتفاصيل ليس من السهل الدخول إلى الموصل القديمة حتى بعد شهرين من تحريرها من احتلال داعش حيث استخدم ألاف المدنيين دروعا بشرية أثناء تقدم القوات العراقية لتحرير هذه المنطقة فرق الدفاع المدني العراقي تواصل عمليات الإنقاذ والبحث عن جثث المفقودين تحت هذه الأنقاذ قضت عائلة كاملة مكونة من ثمانية أفراد وبعد انتشال أربع جثث ما زال منتسب الدفاع المدني وبعض المتطوعين يبحثون عن بقية الجثث بين الركام وزوايا المدني المدمرة نعمارهم اثنين طالبات كلية بنات والأب والأم إضافة أن الولد مدرس زوجته مدرسة وعنده طفلتين أم ثمانية عدنا طلعنا أربع نفرات بقوا أربعة سابق الولد المدرس وزوجته عنده بنتين ليلة العيد انقصفوا تقريبا خمسين يوم ما كنا ندخل المنطقة كانت ما مأمنة كان بيها بعد عناصر دواعش يعني القوات العراقية لا تزال تغرق مداخل الموصل القديمة ولن تعيد فتحها قبل اكتمال عمليات البحث حيث ما زال الآلاف بانتظار اكتشاف مصير أبنائهم بعد أن تم هنا انتشال أكثر من ألفين جثة تعود للمدنيين لحد الآن وصل إلى قسب الطب العدلي ألفين وستمائة وخمسين جثة انتشلت بواسطة هذا الفريق حقيقة دار صحة نينوان قدمت جهود خاصة في هذا الموضوع وقدمت موارد بشرية ومادية في سبيل إنجاح هذا الموضوع جثة معظمها وصلت إلى الطب العدلي مباشرة وما تبقى من المدينة أكيد هناك بعض الجثة تحت الأنقاض لكنه ما ممكن نتكهن كم هو عدد الجثة الباقية الكثير من الجهود يقع على عاتق فرق الدفاع المدني في البحث عن الضحايا والمفقودين حيث ما زال مصير المئات منهم مجهولا كما ينتظر الألاف نتائج الجهود الميدانية التي ربما تأتيهم بأغبار عن العثور على ذويهم بين أنقاض الموصل القديمة قام الحرس الثوري الإيراني منذ ظهور جماعة الحوث كميليشيا منهضة للدولة بتهيئة الطرق والممرات التي سيمد بها حلفاءه في اليمن ما دفعه لعقد صفقات واستئجار جزر في محيط ذلك البلد تكون نقطة ارتكاس تصل إليها الحمولة المحظورة ومنها تنتقل إلى اليمن لإبعاد شبهات خروج السفن من موانئ إيران إلى اليمن مباشرة طبعاً في 2009 الرئيس الأريتيري السياسي أفورقي قام بزيارة إلى إيران وتم أخذ عن هذه الزيارة توقيع عدة اتفاقيات وكان أهمها توقيع اتفاقيات عسكرية أهمها بموقع هذه الاتفاقيات أن إيران استأقرت جزيرتين في أريتيريا وهي جزيرة فاطمة هو أعتقد دهلك هذه في أرخبيل دهلك في أريتيريا تقريباً من عصب من عصب إنشأت في أحد الجزر هذه أكبر مخزن إسلحة أكبر مخزن إسلحة على مستوى إسلحة استراتيجية ضخمة في أحد هذه الجزر ومنه يتم إمداد الحوثيين وغير الحوثيين تعتبر أنه من ضغط انطلاق للتخريب والتدمير لليمن وغير اليمن حتى على مستوى دول أفريقية كما حصل في نيجيريا أو في السودان وفي أحد الجزر هذه تقريباً أنه إنشأت مراكز أو معسكرات تدريب يعني إنشأت جمعت الأقليات الشيعية سواء الحوثيين أو في بعض الدول الخليجية وغيرها فهي إنشأت معسكرات للتدريب دربت الحوثيين بعداد بآلاف الحوثيين في هذه الجزر أهلتهم تأهيل عالي تدريب عالي وسلحتهم وثم تعيدهم إلى اليمن فهي أخذت من هذا الجزر منطلق للتدريب والتخريب أهلا بكم من جديد تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع مشروع قرار أعدته الولايات المتحدة يفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية رداً على تجربتها النووية السادسة الأكبر في تاريخها ومع دعم الصين وروسيا نال قرار مجلس الأمن الذي يفرض منعاً على صادرات النسيج الكورية الشمالية وقيوداً على شحنات المنتجات النفطية المتوجهة إلى هذا البلد النووي خمسة عشر صوتاً لإجماع كامل أعضائه تعتزم وزارة الخارجية في بيرو ترضى سفير كوريا الشمالية احتجاجاً على انتهاكاتها المتكررة والصارخة لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ورفضها إنهاء برنامجها النووي وأضافت الوزارة في بيان أنها أمهلت السفير كيم هاكتشول خمسة أيام لمغادرة البلاد جاء الإعلان في أعقاب تحرك ممثل من المكسيك في الأسبوع الماضي ودعوة علنية من مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي في الشهر الماضي لدول أمريكا اللاتينية لعزل كوريا الشمالية يجتمع مجلس الأمن الدولي الأربعاء لمناقشة العنف في بورما الذي أدى لفرار أكثر من ثلاثمائة ألف شخصاً من أقلية الروهينجا المسلمة إلى بنجلاديش المجاورة حسب ما أعلن الرئيس الدوري للمجلس الأثنين وطلبت بريطانيا والسويد الاجتماع العاجل مع تزايد القلق الدولي حيال تصاعد العنف في إقليم راخين في غرب بورما صرح المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين الأثنين أن معاملة أقلية الروهينجا المسلمة في بورما تشكل نموذجاً كلاسيكياً لعملية تطهيراً عرقي يأتي هذا في الوقت الذي صرح فيه متحدث في الأمم المتحدة بأن عدد الفارين من ولاية راخين البورمية منذ الخامس والعشرين أب أغسطس تجاوزت ثلاثمائة ألف شخص مزيد من الأرقام والتطورات في القضية البورمية في تقرير الزميلة حنان ظهر تطهير عرقي هذا أقل ما يوصف به ما تتعرض له أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار على أيدي الجيش والميليشيات البوذية ففي ميانمار محرقة وإبادة جماعية لمدنيين أبرياء تحدث في وضح النهار وعلى مرءاً ومسمعاً من العالم بأكمله النداءات كثرت والتنديدات تشتاح العالم لكن على الأرض البورمية لا شيء يحدث المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين قال إن معاملة أقلية الروهينجا المسلمة في بورما تشكل نموذجاً كلاسيكياً لعملية تطهير عرقي وكان مجلس حقوق الإنسان شكل في الرابع والعشرين من أذار مارس بعثة دولية مستقلة للتحقيق في الممارسات التي ارتكبها الجيش ضد أقلية الروهينجا المسلمة لكن بورما لم تسمح لهؤلاء الخبراء بالتوجه إلى المكان وتعاني أقلية الروهينجا التي تضم نحو مليون شخص وتعد أكبر مجموعة بلا جنسية في العالم منذ عقود للتميز في بورما حيث أغلبية السكان من البوذيين أعداد الروهينجا الفارين من بطش الجيش تتضاعف في كل يوم فقد تجاوز عدد الفارين من ولاية راخين البورمية منذ الخامس والعشرين من آب أغسطس الثلاثمائة ألف شخص بحسب متحدث في الأمم المتحدة وفي هذه الظروف ولد نحو مائة طفل روهينجي في المخيمات على الحدود بين ميانمار وبنجلاديش منذ بدء عملية التطهير العرقي ويعاني الرضع وأمهاتهم في المخيمات من ظروف صحية صعبة إضافة إلى ذلك قال وزير خارجية بنجلاديش حسن محمد عليان إن أكثر من ثلاثة ألاف من المسلمين الروهينجا قتلوا بإقليم أراكان في ميانمار خلال الهجمات التي يشنها الجيش هناك وأصبح اللاجئون الروهينجا وفق مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين معزولين في مخيمات واهية على الحدود بين ميانمار وبنجلاديش حيث امتشر اليأس مندرة الموارد استضمت سيارة مفخخة يقودها انتحاري بقافلة عسكرية أمريكية في أفغانستان متسببة بإصابة جنديين أمريكيين وثلاثة مدنيين حسب ما ذكرت مصادر أفغانية وأمريكية وتبنت حركة طالبان الهجوم الذي نفذ بالقرب من القاعدة العسكرية الأمريكية في باغرام القريبة من كابل أهلا بكم من جديد والآن إلى جولة الصحافة نبدأ جولتنا من صحيفة الشرق الأوسط التي عنوانت برنامج لقياس الألم عن طريق مراقبة تعبيرات الوجه يستطيع برنامج كمبيوتر جديد قياس حجم الألم الذي يشعر به الشخص عن طريق مراقبة تعبيرات وجهه وهو ما يمكن أن يساعد الأطباء لتحديد ما إذا كان المريض يشكو من أوجاع حقيقية أو أنه يتصنع الشعور بالألم وبالتالي يمكن التفريق بين ما إذا كان بحاجة حقيقية إلى مسكنات ألم قوية يمكن أن تؤدي إلى الإدمان أم لا صحيفة الاتحاد الإماراتي عنوانت روبوت يراعي سلوكيات الأماكن المزدحمة ابتكر باحثون روبوتا مبرمجا لمراعاة الأعراف الاجتماعية التي تنظم حركة المشاء ويمكنه التحرك يمينا أو يسارا من أجل إفساح الطريق أمام السائرين في الاتجاه المقابل حسب المعايير المعمول بها في كل دولة ويستخدم الروبوت الجديد مجموعة من الكاميرات وأجهزة الاستشعار التي تعمل بالليزر من أجل التعرف إلى البشر وإفساح الطريق أمامهم مع صحيفة اليوم السابع المصرية التي عنوانت الصين تطور محرك لإرسال البشر للمريخ خلال عشرة أسابيع نشر موقع سي سي تي في الصيني تسجيلا جديدا يزعم نجاح العلماء الصينيين في تصميم نموذج أولي من المحرك الخالي من الوقود الذي يطلق عليه اسم ام درايف والقادر على إرسال البشر إلى كوكب المريخ في غضون عشرة أسابيع فقط دون الحاجة إلى الوقود والذي تحاول ناسا تطويره منذ سنوات مع صحيفة الغد الأردنية التي عنوانت مصدر عربي لأعاصير الولايات المتحدة قالت شبكة تيك انسايدر إن مصدر الأعاصير القوية التي ضربت ولايات أمريكية خلال الأيام الماضية هو الساحل الغربي الإفريقي قرب الرأس الأخضر وبحسب الشبكة فإن الأعاصير الأربعة إرما هارفي خوسي وكاتيا مصدرها واحد وولدت على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي بالقرب من دولتي السنغال وموريتانيا وأخيرا مع صحيفة القبس الكويتية التي عنوانت 12 قردا ماتوا بالسكتة القلبية لخوفهم من نمر تعرض 12 قردا إلى سكتة قلبية أدت إلى مقتلهم في إحدى غابات الهند بعد أن أخافهم نمر وعلى الرغم من تقرير طبي لحالات الوفاة أثار موضوع الموت الجماعي للقردة استياء خبراء الحياة البرية الذين رفضوا هذا التفسير وزعموا أن القردة لقد حتفها بسبب تسمم لليوم الثاني على توالي واصل المعرض العقاري الأكبر في الشرق الأوسط سيتسكيب دبي أعمله في دبي ويصدف كبريات شركات التطوير العقاري من 30 دولة في نقطة الالتقاء السنوية للمستثمرين والعاملين في القطاع العقاري انطلقت فعاليات المعرض الأكبر في الشرق الأوسط سيتسكيب دبي بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي يصدف المعرض كبريات الشركات التطوير العقاري من 30 دولة ويمثل معرض ومؤتمر سيتسكيب العالمي أكبر فعالية عالمية وأكثرها شهرة في مجال التطوير والاستثمار العقاري معرض سيتسكيب والبروبرتي انترناشنال شو فرصة كبيرة لكل المطورين منهم نحن ارتار لتطوير العقاري لنفرج المشروع دبي عم تكون محطة رئيسية لكثير ناس بالخليج بالوطن العربي منطقة الهند وحتى الأوروبيين صاروا يعملوا سكجوة لأنهم يجوا يركز المعرض هذا العام على مناقشة موضوعات رئيسية تخص وكلاء العقارات والمعماريين والمهندسين وغيرهم من المختصين وجودنا طبعا في معرض سيتسكيب هو تكملة لتواجدنا وسط أكبر شركات التطوير العقاري تأكيد على وجودنا في السوق الإماراتي احنا طبعا بدأنا هذا العمل في السوق بسنة 2004 وحتى تاريخه الحمد لله عندنا حجم استثمارات كتير كبيرة بعوائد جيدة جدا احنا في هذا المعرض طرحين مشاريع تم بدء فيها منذ العام المنصرم إضافة إلى مشاريع جديدة دبي الجنوب هو عبارة عن مدينة مطارات فيها من أكبر مطارات في العالم وفيها مدينة لوجستية كبيرة جدا فيها مدينة طيران كبيرة جدا للطيران الخاص والعموم الطيران فيها مدن للسكن ومن ضمنها المدينة السكنية وفيها مناطق التي تعتبر تجارية المدينة التجارية وفيها أشياء كثيرة جدا مدينة متكاملة بس لخدمة القطاع الطيران ولخدمة أكبر مطار في العالم أعلن معرض ستيسكيب أن زواره المهتمين بالاستثمار في دولة الإمارات سيتمكنون وللمرة الأولى من إتمام عمليات الشراء داخل المعرض كما سيسمح لشركات التطوير العقاري التي تنفذ مشروعات في دولة الإمارات بإتمام عمليات البيع مباشرة من على منصاتها في أرض المعرض انطلقت أمس فعاليات بطولة دبي دولية تحدي الرمضة للمشي على الرمال الساخنة المستلهم من حياة البدو في تجربة هي الأولى من نوعها في العالم ضمن فعاليات بطولة دبي الدولية وتحت الشعار من دبي إلى العالم وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي نظم نادي رحالة الإمارات فعاليات بطولة تحدي الرمضة للمشي على الرمال الساخنة المستلهم من حياة البدو حيث قامت منافسات البطولة التي تعد الأولى من نوعها في حديقة مشرف دبي وتمتد مسافة السباق إلى 200 متر يمشي من خلاله المتسابقون على الرمال الساخنة حفاة الأقدام وتتوفر نقاط استراحة للمتسابقين كل عشرة أمتار وذلك من ضمن الإجراءات الوقائية من أشعة الشمس وتوفير شرب كميات من المياه عن هذه الفكرة جديدة على مستوى العالم ودائما تطلعت صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بدعم الأفكار الإبداعية المميزة ونحن الحمد لله تميزنا بهذه الفكرة أن اليوم موجودين في بطولة دبي الدولية تحت عنوان من دبي إلى العالم هذه المسابقة وإن شاء الله أننا نحاول ننقلها إلى دول عربية أخرى وتأتي أهمية هذا الحدث الذي يعرف العالم على تراث الإمارات وحياة الأجداد والأجواء التي عاشوا فيها في ظل قصوة الطبيعة الصحراوية ويتوقع منظم الفعالية أن تكون المشاركة قياسية نظراً للإقبال الكبير من قبل المواطنين والمقيمين والسياح يذكر أن الهدف من تنظيم هذه البطولة هو إطلاق حدث جديد من نوعه باعتباره نموذجاً مبتكراً ومتميزاً للسياحة الرياضية فضلاً عن إبراز القدرات البدنية وقوة التحمل للمشاركين البطولة عبارة عن تحدي مشي على الرمال الساخنة لمسافة 200 متر مخصصة للأعمار من فوق 16 سنة وللجنسين يتم انطلاق المتسابقين من خلال مجموعات كل مجموعة بتضم عشر متسابقين وصولاً إلى الخط النهاية من يصل أولاً وبدون أخطاء هو سيكون الفائز ارتكاب أي خطأ واحد مثل الركض أو القفز بالقدمين أو وضع مواد مخدرة أو مسكنة أو رزاز مياه أو ارتداء أحزية أو أي جوارب خلال المشي يؤدي إلى إلغاء مشاركة المتسابق وبالتالي عدم اعتماد نتيجته كما عبر المشاركون عن سعادتهم في هذه التجربة وإعجابهم بها كمسابقة تحمل نوعاً جديد من التحدي الممتع اليوم طبعاً وصدتني دعوة على الواتساب لتحدي الرمضة طبعاً تحدي جميل رائع بنصح كل الشباب يجو عليه متعة تجربة فوست أو ما فوست هي تحدي شيء جداً رائع ما بدر أوصف غير أنه رجلة ممكن تنحراء بس تعالوا حياكم الله وتعتبر رياضة الرمضة أي الرمال الصحراوية من الرياضات التراثية المهمة لما لها من فوائد صحية وبدنية عديدة لأنها تعمل على تفرغ الشحنات الكهربائية الزائدة في الجسم إذ يساهم ذلك في علاج العديد من الأمراض المزمنة فازت الممثلة الأمريكية ميليسا مكارثي بجائزة إيمي عن تقليدها للمتحدث السابق باسم البيت الأبيض شون سبيسر في فقرات تلفزيونية ناجحة بالبرنامج الكوميدي الشهير ساتردي نايت لايف وتم ترشيح برنامج ساتردي نايت لايف لـ 22 جائزة إيمي هذا العام في مؤشر على تجدد شعبية البرنامج الساخر وأكثر مواسمه تحقيقا لنسب مشاهدة عالية منذ 23 عاما قبل أن نوديعكم إليكم تذكير بأبرز العنوين هجمات متسارعة تقلص الأراضي التي يحتلها داعش في دير الزور مجلس الأمن يتبنى قرارا بفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية ومع تزايد أعمال العنف ضد الروهينجا في بورما مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا غدا وصلنا إلى الختام للمزيد يمكنكم دائما مشاهدنا متابعتنا على موقعنا الإلكتروني كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا مشاهدة بثنا المباشر في الموقع ذاته شكرا للمتابعة نلتقيكم بعد أقل من نصف ساعة في مجزن للأخبار إلى اللقاء اشتركوا في القناة